شيخ عصام هل يجوز الزكاة على الاخ الاختة سام ذكرت ظروفه يعني عنده مشاكل مع مراته وعليه قضايا واملكه ما بيشتغلش يعني. ما نوش علاقة. قل له عنده شقة ديك وعنده عربية بس العربية بايزا الشقة مراته واخدها. هتاخدها يعني. تمام يا حاجة سام. تفضل شيخ عصام. ما نوش علاقة يا اخواننا والله واحد عنده قضايا مع مراته. فندي له الزكاة. ما لهاش علاقة. القرآن بيّن مصارف الزكاة. قال بالعموم. فقراء المساكين عملين عليه مرات قلوبهم الغاربين في الرقاب. من السبيل في سبيل الله. كل دي المصارف. هل الاخ ده ينطبق عليه وصف من دول. ياخد من الزكاة. لا ما ينطبقش خلاص. واحد مغنوم نفسيا. ندي له من الزكاة. واحد مريض. المرض مش من علامات الفقرة أو الغنى. لا. الغني بيعية والفقير بيعية. الغني بيموت والفقير بيموت. الغني بيتيتم والفقير بيتيتم. يعني ممكن واحد غني جد. ترك أولاد. يقول له ده يتيم. آه يتيم نحسن إليه. نعم نمو عمنا. حسنا. لكن نعطيه الزكاة. لا. إلا زكاة اليتيم فقير. إخوانا لازم نلتزم بالضابط اللي شرح حطيها. أصدق أمه بتدير معاش كويس. أمه مش عارف. لا. وهو مشتغلش ليه. هو بيشتغل. ده عنده عربية ما يشتغل عليها أو شغلها. ده عنده شقة خليت أمراته. ماشي. وعنده أملاك ولأ. عنده دخل ليكفيه ولا لأ. إذا ما عندوش ويحتاج أو بيشتغل ما يكفيهوش. ما بقاش فقير. بقى مسكين. الذي لا تكفيهو اللقمة واللقمتان. دي أوصات ما ينفعش إن إحنا نقول والله. أصحلت وتصحب على الكافر. أصحب كافره من حس إيه. آه حالت النفسي. ملغاش علاقة بالزكاة. ليه علاقة إن إحنا نحسن إيه. نعلجه. نطبطب عليه. نوسيه. إنما الزكاة لها علاقة بفروط وهدف محددة واضحة في ثم المصارب. ترجمة نانسي قنقر